موسيقى والعزلة اللي تيكون فيها فكنا تكلمنا في الحلقات السابقة على أهمية تجمع العائلة للأسرة لكن للأسف يعني الطفل الملي تيوصل المراهقة كيعرف تغيرات فيزيولوجيا طبيعية وتغيرات في الشخصية دياله وفي السلوكات دياله فمن بين هات السلوكات يأنه تيولي يفضل يجلس ببحده في الغرفة كي يطلب من الوالدين دياله أنهم يجيبوا لي الماكلة دياله حتى البيت حتى الغرفة يعني تيسمع الموسيقى أو للعب ألعب في البسيب بحده بلا المشاركة ديال الوالدين وأحيانا حتى بلا مشاركة الإخوة ماشي بحال من اللي كان طفل فكيفاش نخرج المراهق من الغرفة دياله ويبقى دائما كيف مكان يعني في مرحلة الطفولة كي يشامع كي يتواصل كي يشارك مع الأسرة كيف قلنا لسنا في الحلقة السابقة أن المراهقة مرحلة من مراحل الحياة مرحلة كيوقع فيها بزاف ديالتغييرات جسدية نفسية سلوكية نوك كي الأباء اللي كتجيهم هاد المرحلة مخيفة بزاف وكين الأباء اللي كتبال لهم واحد النظرة ديالتفاؤل والأمل زيما في المراهق دياله وهاد المرحلة ديال المراهقة كي يقول لي المراهق كي نفاصل على الأسرة دياله وكي يعيش في العالم دياله بوحده كي يقضي واحد الوقت طويل في الغرفة دياله وهذا أمر طبيعي زيما المراهق كي يحسب راسورة في العالم دياله ويلي دانسابول هنا اللي خص الأبائي عارفون بأننا ما تيديرش هاتشي ضدهم راماشي باش يبعد منهم ولا راما عجبوش الحال معهم لا نهائيا هاتشي كيديرو حتى كيمكلو يبغي يبقى بوحده ووحد كيترح على راسه بزاف دي الأسئلة فهذه كلها المرحلة هذه 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 واحد المرحلة اللي كيبقى عنده تساؤل راسه خدام بالأسئلة نوك تيبغي يمشي بوحده حنا كبارو كتبقى نمني كتبغي تفكر في شي حاجرة تحتاج وقت لنا بوحدنا هاتشي اللي كاين دونك كيحس براسه حر في ذاك المكان ديالو باش يفكر باش يرتاح من اللي غادي يخرج من البيت ديالو من الغرفة ديالو رمغي يكونش فرحان باش يتلقى والديه ولأخوته علاش بالأخص الوالدين اللي كيترحوا الأسئلة اللي كتزعج بزعف غير وتي يخرج من الغرفة ديالو وهم شنو درتيف قريتك واش راجعتي واش خدمتي واش غزلتي هادو كل ها أسئلة كتزعج المراهق إلا كان غير يخرج من الغرفة ديالو باش يسمع هادشي تنقول لك اللهم ما نبقى ترنكيل دونك نردو البال شوية غير التعامل ديالنا تحنا مع الأباء غادي هو غاي حاولي هرب من هادلأسئلة زيما سي السور وهادلجالسات العائلية رمبقاتش كتهمو كمراهق باش نبقى وحنا كل مرة ننسولوه نسولوه 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 مكينشي حاجة اللي غادي تجلب له ننتباه ديالو زيما في هادلأمور بحال هاكا في هادلأسئلة بحال هاكا واخا إلا اسمحتها كوتش يعني بالنسبة للتحفيز اللي ذكرتي كيفاش نحفزوه يعني بطريقة عملية حاولي مثلا تشرحينا كيفاش مثلا نشجعو الطفل أنه المراهق أنه يخرج من البيت ديالو من العزلة ديالو أنا في واحد الوقت هذا اللي نكونو فيهم زيانين غادي نحط معاه قواعد ولا معاه قواعد معاه جودي بيان معاه ماشي غا نحط له قواعد يعني بجوش معاه معاه وهادلقاعدة غادي ناخدو فيها الاعتبار ديالو ديالحاشتو باش غادي نبقى بوحدو في البيت ديالو وغادي ناخدو فيها الاعتبار ديالحاشتنا باش يقديم عنا وقت يعني وقت مع العائلة مثلا غادي نقولو احنا محتاجين باش ننطلقاو معاه 8 الليل في صالح وهو راه يدخل مع السنس دونك راه عندو الوقت بين السنسو 8 ياخد وقت الراسو ويرتاح وياكل ويميدير المسائل ديالو اللي يخصو يديرها ومعه 8 راحنا غادي نطلقاو اه غادي ناخدو مواعيد مع وليدتنا في البيت اه كان ناخدو مواعيد معا هذا احترام ايه كتبقى لنتي ميت ديالو في نفس الوقت يعني مفرد من الافراج ديال الاسرة اكزاكتو غادي نتجنبو في وقت الاكل باش ما نتكلمش علاش يسولوك سيئ دعما ما يوليش هذاك الوقت وقت ستيجواب حات مليتي يخرج من بيته وغادي يجي يقلس معان على المائدة ديال الاكل وحنا في وحنا في الاسئلة حتى داك الماكلة ما غيبغيش يبقى ياكلها معانا ديقولك اللهم اننا كل في بيتي نونك هادشي كلشي كيهرب الوالدين يردوا البال يردوا غادي جيتا كل معانا خصتها تكونوا هاد وقت استمتاع متع متع نغندو زوء والا وما بزافت المراهقين ما تيبغيوش يحسوا بأنهم يزون دي كون تغاندر فمتي سافير كبير هادك شي تيهموه ما تيهمش وليديه وما كيبغيش بالدروري يتكلم على كيدووز نهاره وحنا عاد كيدووز تي نهارك شنو درتي في النهار شنو هما بعدا يلا بغاو يتكلموا على نهاره ما غا نحتاجوش نسولهم رغيجوا بوحدهم بوحدهم ما ديجي وعودهم ما نحتاجوش نقولو لهم شنو ما زال مع الأطفال الصغار عنا واحد طريقة باش كان نسولوهم شو تعلمتي اليوم شنو عيش ما شي كيدووز تي نهارك شنو كينشي لحدا اللي عشتيا مشيت موهم تاني مشوا معهم في أحد الأسئلة معينة وفاخت انتي ما المراهق خليه هو يجين عندك إلا بغا يعود لك على نهاره نحاولو نجعلو الوقت اللي كان طلبوه يبقى معنا كيف قلنا ووقت مريح خسو يرتاح معنا إلا بغينا يبقى ذك العلاقة وتواصل ذك العلاقة فعلا ما بالوالدين حتي إلا كان ذك الوقت ممتع وحس به وخا ما يعبرش عليه غا يكون أكتر حماس باش يعود هاتجريبة اللي هي التجمع العائلي كنا تكلمنا في واحد الحلقة على التجمع العائلي كنا قلنا زع ما ستخز انبورتان باش نفكروا في هاتجمع العائلي وخا غير مره في 15 يوم وخا غير جوج مرات في الشهر كان جمعوا إلا كانوا المستمعين يمكن لهم يرجعوا لذك الحلقة باش يشوفوا كيفاش كان خلقوا ذك الاجتماع العائلي وشنو هما الحويجات الإيجابية اللي تنتج منها المهم ماشي هو دائما نبقى قلسة أنا مع الطفل دي اللي النهار كله قلسة معاه ولم اللي يدخل وانا قلسة معاه إلا دوس مع غير أمومان دو كاليتي في النهار دي العشرة دقايق راه فيه الخير والبركة ماشي لازم وخلص محتي كونش بحدة بمثال واحد المثال كان بعض الوالدين اللي كي بغير ويربي ولدتهم على أساس أنه راه الوقت ديال الماكلة سواء ديال الغداء ودك تجمع ديال العائلة في لوقت ديال الماكلة للغداء أو للعشرة راه مهم مثلا بساف وكين مثلا في هاد الفترة ديال المراهقة الولد ولا البنت مثلا يقدر يقول لهم موصفغي يجيب لي ماكلتي مثلا فوقش نسمحوا لي مرة مرة أنه يديرها واللاخص وليه بدأنا نوصل لهم معلومة لأنه راه العائلة كلها مجموعة ودروري أنه في لوقت ديال الغداء تحترم أو مثلا العشرة اللي كيتجمع وفيه يحترم فما مسمحش لك أنك مثلا تنعزل ببحدك وتأكل ببحدك هذه قاعدة من القواعد اللي كنا نحطوها معهم بأننا راه وقت العشرة غالبا ديالينا غير العشرة بسكو كل شي خارج على برها وكي تسعيب شوية ولكن كان ربما كان ربما أطفال تيدخل في الغداء مثلا مثلا ولا تسعيب على سنة حيث كل واحد فوقشته يدخل راه يمكنه يأكل بوحده غير هاد باشي يمشي يأكل يشد عليه في بيته هي لي ما تتكونش مقبولة ما باشي يأكل بوحده بزربة حيث خصو يخرج ولا ماشي مشكل مرة مرة دكشي باش قلت لك هاد المممان دوكالي تخصو ميكونو متكررين يعني عارفين بأن العشرة هاد يكون وقت اللي كان جمعو في كلنا عارفين بأن السبسو الأحد ديال العائلة أبغي لكانت شي خريجة مع الأصدقاء أو لها هاد يعني هاد لي ممو هادو خصو ميكونو من غير هاد شي هادي قاعدة كنحطوها معاهم إلا حطناها معاهم وتقبلوها راكم كل ينعود نصححها بالتي هي أحسن لما ممونا بغيت مشي ندخل لنا كل في بيتي علش رديد دخلت كل في بيتك شنو 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 اللي شنو اللي ميخليكش ماكيشي مراجعة مثلا لها هذا ولا عندوش حتاق المراجعة لكي قدر مثلا كيقول أنا كنوجد امتيحانات ولا هادا ما مبرزة اللي يجيب لي مثلا صندويتش جيلي كتكون مثلا نوعا ما مقبولة مقبولة إلا كات مره فيش حال كيف قلتي حيث كان امتيحان أو ولكن القاعدة هي القاعدة ماخصاش تكرر كيف قلنا في هالتجمع العائلي خاسم اللي نجيبه الطفل لنا نحاولو نقش معاه مواضيع كتهمو كترديه نتكلمو معاه على العطلة نتكلمو معاه على البراميج نتكلمو معاه على آخر فيلم تفرج فيه شنو كانت الفائدة من القصة نقدر نعود له أنا شي تجريبه ولبابا يعود له شي تجريبه وهو مراهق يعني راهك سنشاركوهم حيتي لما شاركنا وشبهتش لما تبقى اتصال بيننا وبينهم هم عايشين في المونت هم عايشين في تعب دينا وفي الإرهاق دينا ما كان مقاوش نتواصل الكوتش اللي أذكر هاد القادية دينا أننا الوالدين يعودوا للأطفال هم مراهقين يعني شي حاجة لي وقعت لهم كتجربة مثلا في مرحلة المراهقة كيف ما عاشوها عاوتاني عن خوف الوالدين دائما تبينوا لأنهم را كانوا تقرؤوا مزيان كانوا كيجيبوا نتائج مزيانة كانوا يعني مستاقمين كانوا ما كانش بهم ذاك شطون يعني بحلة ما كانوا شيدلوا شي حاجة اللي هي دائما كتلقى نفس العي ما كيش قليل الأباء اللي كيقدر يقول رات أنا راكنت بحالك ولكن هذي اللي قلت هي اللي كتساعدهم حتى أنا كنت هكا وثأ أنا غلط وهك هذي اللي كتعاونهم كتر ما باش نبين بأنني كنت باران إيديال ما ممكنش ما كيناش هذي يقدروا يقلسوا مع راسهم الأباء ويقولوا أجيم اللي كنت مراهق شنو ما الأغلاط اللي كنت رسر رغي يبانون بزا دي الأغلاط والحمد لله رحنا زعما تكون فعلا لأنو كتشوف في هذي الحالات كمو تداولة بزاف اللي غاي ساعدهم هي تقولوا حتى أنا عشت تجريبة وغلطت فيها وهكيفاش صحيتها وهكيفاش هذي هي هي لي كيساعدهم كتار مش العكس أنه أب مثالي ولا أم مثالي اللي تخرج عود الطفل المراهق من الغرفة دياله هي يتكون عنده واحد النشاط ريادي هذه لازم منها إلا كانت في المستطاع إلا ما كايش مكلور وخي خرج يتمش غير حدا الطار المهم إلا ما تسجهش الرياضة يبقى في واحد الإطار محدود يتحركوا غير يقضيوا احتياجات ديال ومتروا رياها وخرج الحمام أو خرج رياها رياش موسيق كلا أي نوع النشاط كيف يكون عنده برنامج ديال في الأسبوع باش كنعرف را كي يدير هكا وهكا 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 يخلي مغخ خوف الغرفة ديال لأنه عنه ثلاثة أو أربعة ساعات يعني في التمارين ديال ومن تسنوش منه واحد المسألة من تسنوش منه يخرج بوحده ويقول نبغيت نجلس معاكم مع أنك المسألين وليس نجلس معنا نحن في التليفون نحن في التليفيزيو نحن نشاغلين بالعمر ديالنا دونك ما ننسوش اللي نبغي نوصل لأباء هي ما ننسوش بأن هاد الفترة راها مؤقت راها ماشي سلوك ولا أخلاق نهائي عند الطفل هاد هاد اللي الأباء يبدو يتصرف مع المراحق بأن هاد السلوك را يبقى فيه دائما راها غير مؤقت غير الصبر على هاد الابن أو البنت المراهقة هاد المراهق يحتاج وقت كبير باش يلقي التوازن صحيح بين السلوك ديال و بالحرية ديال وراه هو بنفسه ما معه يعني خصو واحد الوقت نحاول نشوف الحياة بالنظرة ديال هو من يتعامل بوحد السلوك أجين دير سيف بلاستو جوف بخوف د أمباتي لازم هاد الأمباتي خصو تكون حضرة عندك أبا لا المراهقين ولا الأطفال ولا مكبر وحاجة وحد أخرى ما نحاول نحل المشاكل كلها 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 لنك نحل المشاكل كلها تنفش في العملية ونبغي لقى الحل كل شي ونبغي ممكن أحسن شيء يمكن اللي نهدي للطفل ديالي وللنمور رهيق ديالي هو الإنسات من اللي بغي يجي تكلم معي هاد الإنسات مهم جدا وحتى الإنسات عنده القواعد دياله وكنت عارفك غطح فهد الفشل يعني كيورد تكسير كسولي هاد الكبار ما كيتقبلوها شما تيبغيوها شفعلا يعني كيف قلتين إنسات الاستماع إنسات يقدر يستفد من واحد تسلوك ما دال وشم زيان ميمكن لك تبقى تقول هالك شتي وكنت تبعتيني ما كيستفد كي يحس برا صورة إيهانة عنده ما قدش عليها وهنا في كيف قدتق بنفسه ومعمور ما يعود يجي مرة أخرى من يجي يطلب منك ولا يشكع لك هاشو قاعلية وهاشو قاعلية همشي معها بالأسئلة وكيف حسيتي براسك في هذه المسألة ولكن تريد تعود هاتجريبة تعيشها شنو هيمكن تقدير شنو اللي غادي تقدر تخلي شنو هكا وخمعنا تسأول أم محمد ريان من ترودانت عندي ولد عنده 17 سنة وبنت عنده 18 سنين ولدي تبدل ولا حدودي ما تيقلش مع الضياف ولا مع العائلة ولا معانا كيتغدف المدراسة وفي الأشياء من اللي تيرجع تيسد عليه البيت دياله وبعد النوبات كان دخول عنده كالقاء غير شد دفتار وقلب وتيكتب وسارح ما عمرني سولته مالك ولا شنو كتكسب خفته لا يدخل في شي أزمة ولا شي مرض نفسي ماشي سهل على أم محمد رايا نشوف هاتغير بهذا الشكل مفاجئ في مرة ولكن حيث قدتك يلا هربع شهور هاتي ولكن حتى ورا ماشي سهل عليه هاد الفترة اللي كيعيشها بزاف دي المسائل كتغير فيه وعزي الضغط ديال اللي ممكن لو يعيشوا بأنه بحكم راح كيدوز الباك دياله أنا فهم الخوف ديال أم محمد رايا ولكن هاد الفترة مهم ما تكون قريب علو ماشي بالنصيحة والأوامر والخطاب ولما ماشي غتدخل عنده تقوله مالك غير سارح مالك غير سارح كتفكر ماشي بحل عركة ولكن بأسئلة جد بسيطة واش محتاج لشي حاجة واش محتاج نساعدك أنا فشي حاجة واش كوش بأت اوتيل واش ممكن نقلس حدك شي شوية بلا ما نتكلم صمت اه صمت غين نقلس حدك غيدك لابخوكسيميتي غيدك القرب القرب من من الطفل نقترح عليه نخرج أنا وياه إلا كان محتاج يمشي لواحد المقهى ولواحد الموضع اللي تيعجبو واش تبغي نخرجو نقرر واحد البرنامج أنا وياك نخرجو يعني تكون قريبة له علاش هي كتخاف تسولو حي تخايف يقول لها شي حاجة اللي ما غادش تقدر تقدر عليها على حكم ممكن ليش نخليها أنا في ذاك اللابيول بحالها كسد علي فعلا لربو مثلا في ذاك الوقت اللي هو كيف ما قالت كي عنده دائما القلام لربا ما غا تكتب شاعر لأ وربا تكتب خواطر شي حاجة مثلا دراته في ذاك النهار تكتب ها تأمول يعني كان بزاف جل معلوم ممكن نحترم الخصوصيات دياله غير هو إلا شافته كيف قالت ربع شهور تبدل بواحد طريقة سريعة لا خاصني نتقرب من الطفل ديالي خاصني نعرف شنو اللي كان حيث يقدر يكون ممكن معي شي حاجة خايبة في الدار ولكن يقدر يكون عيش شي حاجة في المدراسة دياله ولا مع الأصدقاء دياله ولا الآخر من عند أم كاميلية من أرباط بنتي في العمر ديالها 15 سنة الحمد لله كاتقرب زيان اجتماعية مع الناس كاتمارس الرياضة ديال التانيس غير هو لاحظ أنه عزيز عليها تبقى في الغرفة ديالها تلعب باللعب ديالها عندها مونيكة بزاف كاتلبسهم وتبدل وتغني مع المراية خلق عالمها في البيت ديالها عزيز عليها عالم الأميرات في القصص الخيالية ولو يعني غير الرياضة المدرسة والغرفة ديالها أنا كنبغيها تخرج معي للسوق ونقضي وشي غراض مع بعض ديالتنا يعني تشوف الدنيا والحياة كيفاش ديرها وتعتمد على راسة كتر بعجب هذاك العالم ديال كنا مرينا من الدم عالم أبل القصص الخيالية الحمد لله كتقرن زيان اجتماعي مع الناس كتدير رياضة كتلعب في البيت كتغني الله ما تلحب كل شي في أمل له يعني هدو كتشبل لها بحلة بنتهرة صغيرة يعني باقف دوك القصص يعني عادي ايه وش حال عندها خمس تاشر سانة هه دونك فهد المرحلة بدت إلا ما بغتش حيث الحمد لله من اللي كتوصل المراهق كيدير هادش كله زعم ما الشي الاخر ما كيبقاش يبان مهم هاد الامر السلبي هدا بنسبة الام ايه كيبان سلبي ولكن في هاد المرحلة الى ما بغتش مشي معها للسوق ما غنقولش مشي مشي مشكل حيث ما كيعنيش ما يعنيش رام عمرها ما غدي سمشي للسوق هادش اللي داب الام خايفة منو بان مع مرحلة كيفاش تعرف تقضى كيفاش تعرف تسوق كيفاش ما غديش تبقى في هاد شي دائما إلا بغيت نعلم ما تعتمد على راسا غدي نبدأ معها في البيت أولا مشي في السوق نبدأ معها نشارك ها في مهام منزلية نعطيها الاختيار باش مثلا تحط المائدة دي الأكل ولا تجمعها مثلا نقولها أجي دخلي معايا للمطبخ أجي نصوب واحد الأكل ولا واحد الحلوة اللي كتعجبك نعطيها الاختيار بغيت نديرو هادي ولا نديرو هادي مني نشوف ها عجباتها مثلا تصوب الحلوة نقولها وأجي دبا نخرج نتقض وشنخصنا الحلوة أجي تصدرجها شوية بشوية لعرفها عزيز على الشوكولة أجي تختار نتين نوادي الشوكولة اللي بغيت تصوب به الحلوة وإحنا ماشي مرحلة 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 ما يمكن ليش نحط لها كل شي في مرة واحدة أو لا نقول صافرة بنتين تركبر شوية حيدي من العالم القصص الخيالية وذلك الكسيوات اللي تلبسي لذلك العالم في الغرفة ما نقدرش نقولها لها بحل هكا ولكن نقولها أجي ندرو شي حواش خير لذلك لأخر غير يقول لي كينقص فشكرا لك بزاف الكوتش أسماء مغانيم واختصف التربية الإيجابية على كل هالتوضيحات في موضوعنا الحلقة المقبلة سنعرف معاك كيف يتوضع الثقة في المراهق ونساعدوه على أخذ القرارات